من إسطنبول الدكتور بكير أتجان المحلل السياسي ومن طهران سيد سعيد شاوردي الكاتب والمحلل السياسي أهلا بضيفي الكريمين رد معك دكتور أتجان في إسطنبول السبب الحقيقي والمباشر وراء هذا السجال الإيراني التركي الجديد تحياتي لكم جميعا أولا يجب أن نعرف جيدا هناك كانت اتفاقية بين تركيا وإيران منذ فترة طويلة حول محاربة الإرهاب وخاصة المتمثلة بحزب العمال الكردستاني البيكيكي التي هي تعتبر عدوة للدولتين منذ فترة طويلة كما يدعى ولكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة وخاصة طهران تغيرت منهجها حول هذه الاتفاقية التي وكعت بين الطرفين قبل حوالي سنة سنة ونص تقريبا علما بأن هناك بعض العمليات المشتركة كانت وخاصة عندما أعلنت شمال العراق عن انفصالها عن العراق ولكن مع كل هذا ليس أعتقد وإنما شيء أكيد بأن هذه تأتي ضمن التوجيهات من الولايات المتحدة إلى إيران لخدمة بعض مصالحها مصالح الولايات المتحدة في العراق وفي الشرق الأوسط ومصلحة إيران في نفس الوقت التي هي واحدة بالنسبة لهما الآن ولكن دكتور باكير ربما يعتقد البعض بأن الاتهام التركي لطهران بدعم حزب العمال الكردستاني هو اتهام غير منطقي بعيد عن مصالح الدول وطريقة تعاملها كما قلت حضرتك هناك اتفاقية بين إيران وتركيا وهناك شيء من العداء مع حزب العمال الكردستاني إن كان في تركيا وأيضا في إيران لا سيدي يعني أولا إيران غير مرتزمة وأي الداعمة الأساسية لحزب العمال الكردستاني ليست الآن منذ السنين نعطيكم إثباتات على ذلك يعني في أهد سليماني سليماني أولا عن طريق سليماني وافقت الإدارة الإيرانية على موقع وقاعدة لها في قنديل 1994 وكانت هذه القاعدة باختيار من طرف الحكومة الإيرانية للأسف الشديد لحزب العمال الكردستاني في هذه الفترة وبعد تدخل الأمريكي للعراق يعني 2004 بالضبط قاسم سليماني أيضا أتى بهؤلاء المرتزقة الإرهابين حزب العمال الكردستاني وأعطى لهم مكانا آخر وهي جبال السنجار لذلك هناك موقعين مهمين بالنسبة لإيران وبدعم إيراني جاءت إلى هذه المنطقة واحدة في قنديل والتي تقع في شمال العراق والأخرى في سنجار والتي تقع داخل الأراضي العراقية ولكن هذه المجموعات التي تؤيد سياسة إيران وهي قريبة من إيران ولها دعم نفسها التي مدعومة من الإيران في داخل الأراضي السورية وصلت على الفكرة كثير من الاتهامات دكتور أتجان علي أن أذهب بها إلى طهران مع الأستاذ سعيد سعيد جوّر الخلاف التركي الإيراني حقيقة اتهام تركيا لطهران بدعم حزب العمال الكردستاني سمعت الاتهامات التي جاءت أيضا الآن على لسان السيد بكيرات جان تحية طيبة لك سيد الكريم ولضيفك وجميع المشاهدين في الواقع نحن نستقرب مثل هذه الاتهامات طبعا وهي على ما يبدو جديدة لن نسمع مثل هذه الاتهامات من الأشقاء في تركيا في السابق إلا ما ندر ولكن اليوم نسمع هذا ونستقرب طبعا هنا في إيران أن يكون تعاون بين إيران وبين حزب العمال الكردستاني وهناك صراع مستمر بين الطرفين منذ عقود وهناك عدد كبير من الشهداء ومن قوات حرس الثوري التي تتولى مسؤولية حماية الحدود الإيرانية وهناك في كل فترة هناك يصغط كما قلت شهداء من جانب إيران بسبب الصراع والعمليات المستمرة بين الطرفين فكيف أصبح اليوم هناك صداقة بين إيران وهذه العناصر وأيضا الضيف الكريم تحدث عن أن هناك مصالح بين إيران والولايات المتحدة تقتضي التعاون ودعم العناصر الإرهابية وعناصر الـ PKK هذا أيضا أمر عجيب وقريب اليوم العداء بين إيران والولايات المتحدة هو وصل إلى حد قير مسبوخ فكيف يمكن أن يتعاون الطرفين في هذه القضية وهذا طبعا ليس بمصلحة إيران هذه الجهات لها نزعة انفصالية وهناك لها تحركات في داخل المجتمع الإيراني وفي بعض المحافظات القربية الإيرانية خاصة الشمال القربية وهي تزعزع الأمن والاستقرار ونفذت عمليات إرهابية داخل الكثير من المدن الإيرانية فكيف يمكن إيران تدعم هذه الجهات؟ هذه معلومات سيدي إلى أي مدى ترى طهران أستاذ سعيد بأن هناك تحولا في السياسة التركية تجاه إيران إلى أي درجة ذلك يقلق القيادة الإيرانية؟ أعتقد هي العلاقة متينة بين الجانبين بين إيران وتركيا وهي علاقة تاريخية تمتد لمئات السنين ومثل هذه التصريحات يمكن أن تؤثر في مرحلة ما لكن لا أعتقد بشكل استراتيجي أنها سوف تؤثر على العلاقات بين البلدين طبعا هناك تعاون كبير بين إيران وتركيا في الكثير من المجالات حتى في سوريا هو الخلاف الأساسي بين إيران وتركيا حول سوريا وهناك بدأ منذ فترة خلال محادثات حول سوريا حول العراق حول أذر بيجان وأرمينيا نعم ملفات كثيرة معقدة بين الجانبين دكتور باكير أتجان ماذا يمكن أن نفهم من توقيت هذا السجال بين الدولتين هل وصل تضارب المصالح حدا لا يمكن التغاضي عنه خاصة فيما يتعلق بسنجار وتضارب المصالح الواضحة في هذه المنطقة دعني قبل الإجابة على سؤالك أشير إلى نقطتين ضيفك للأسف الشديد علما بأنه يدرك تماما هذه الحقائق ولكن لماذا يريد أن يبتعد عنها تماما أولا يجب أن نعرف جيدا هناك تيار في داخل حزب العمال الكردستاني والتي هي مدعومة منذ أكثر من 30 سنة من طرف إيران وهناك مئات الوسائق تثبت بأن هذا التيار ما زالت مدعومة من طرف إيران للأسف الشديد إن كانت في قنديل إن كانت في العراق في سوريا وحتى في داخل تركيا وهذه واضحة جدا للعيان لا تحتاج إلى دلائل أكثر من هذا وهناك قيادات ما زالت مستمرة في حياتها في داخل الأراضي الإيرانية للأسف الشديد ولكن أستغرب أن إيران عندما تقصف الطائرات الإسرائيلية وحتى الولايات المتحدة عندما تدخل إلى داخل الأراضي العراقية وتقتل سليماني والمهندس والبقية ينسون سيادة العراق وكل شيء ولكن ليعرفوا جيدا الإيرانيين والعراقيين نحن أخوة معهم ونحن سوف نتدخل لحماية الأمن والاستقرار وأيضا حماية سيادة العراق وسيادة إيران التي باتت الآن غير ممكن على الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية حماية هذا السيادة التي يدعونها ولكن الأراضي طران دكتور أتجان لو سمحت لي إن كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة أو الدول الأخرى تدخل وتخرج على هذه المناطق كما تريد لذلك أريد أن أجيب إلى سؤالك الآن طبيعي مهما كانت الخلافات هناك علاقة وطيطة وغير ممكن على الدولة أن تتخلى عن مصالح إيماء علما بأن في الفترة الأخيرة كما أشرتهم قبل قليل إيران أصبحت إلى جانب الدول المعادية لتركيا إن كانت في أرمينيا إن كانت في قرابغ إن كانت في سوريا إن كانت في العراق إن كانت حتى في الفترة الأخيرة العلاقة وبعد نجاح جو بايدن وجدنا بأن إيران تتخلى عن صداقتها وأخوتها وصلت الفكرة وربما ترى طهران بأن المسألة تتعلق بتحول تركي باتجاه السياسة الأمريكية المعادية لطهران أعذرني أنا مطر للتحول إلى السيد سعيد شاوردي الذي أسأل نوع وشكل التفاهمات الممكنة بين الجانبين هل سنكون أمام اتفاق تقاسم نفوذ في العراق أم يمكن أن يأخذ شكلا آخرا يحجم ويقلص هذه التدخلات الإيرانية والتركية في العراق سيد العزيز أيضا اسمح لي حتى أرد على بعض تصريحات الضيف العزيز هناك صحيح نعم يوجد تعاون بين إيران وبعض الجهات الكردية في العراق ولكن هذا سيد العزيز وتعلم حضرتك أن هذا التعاون كان في مجال محاربة الإرهاب في مجال محاربة داعش السيد البارزاني كان كلامه معروف للجميع أنه صرح لولا القوات التي شكلها الشهيد السليماني لسقطت أربيل بيد داعش هناك تعاون إيراني كردي في مجال محاربة الإرهاب ولكن لا يوجد تعاون بين إيران وجهات الإرهابية وحزب العمال الكردستاني على الإطلاق أيضا أشار إلى أن إيران أصبحت معادية لتركيا في أرمينيا كيف سيد العزيز تتحدث عن هذا موقف قائد الثورة الإسلامية كان واضح جدا وإيران بشكل رسمي وقفت مع أرمينيا ودعمت عودة الأراضي الأرمينية إلى السيادة وقفت مع أذربيجان وقفت مع أذربيجان لسعادة غرباغ ودعمت العمليات التي قامت بها أذربيجان وصلت الفكرة أستاذ سعيد لم يبقى معي سوى دقيقة واحدة لتجد على سؤالي ما هي التفاهمات الممكنة بين الجانبين وهل هذا السجال مرشح للتصعيد نعم نعم سيد العزيز يعني إيران تدعو تركيا والدول الأخرى طبعا من بام حتى الولايات المتحدة يعني إيران تدين التواجد العسكري والاحتلال الأمريكي فبإمكان إيران وتركيا أن تتعاون مع الحكومة العراقية الشرعية من أجل تحقيق الأمن في العراق وعلى الحكومة العراقية أن توفر الأمن لتركيا وتحارب الجهات التي تزعزع الأمن والاستقرار في تركيا وأعتقد هذا هو الصحيح لا يعني أن تكون إيران تتدخل في الشأن العراقي أعتقد تركيا هي ما تريده هو الأمن في حدودها مع العراق وعلى الحكومة العراقية الرسمية أن تقوم بذلك وهذا حق تركيا طبعا نعم سيد سعيد شاوردي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من طهران شكرا جزيلا لك الشكر موصول لدكتور باكير أتجان المحلل السياسي كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة